اشتركوا في القناة 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 لما زي في الاسراء التسعين تلاتة وتسعين وقالوا بيحكي عنهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيره او تسقط السماء كما زعمت علينا كسف اي رهيك في دين كما زعمت ما هو القصة ان هو بدأ ان هو يهددهم بالنار ما سحبتش معاه قالوا مش خايفين كلام مش شايفين فبدأ يهددهم بالعقوبات الدنيوية الصواعق والصيحة والبرق والفيضانات زي مع عدوى ثمود وهلوط وهود وكل القصص اللي هو عملية لهم وموسى فهم يعني بصولوا قالوا له كويس جدا بقى تعال لي في منطقتي انت عملت هددنا بالصواعق بتاع الرسل دول وبتقول لنا الرسل دول جنب معجزات وجنب صواعق وجنب طب مات يلا مرينا بقى مدام انت رسول هات ما عندك يا امه تجيب لنا جنة كده تنزلها يا نبوع جيب لنا جنة نزل على نام السماء زي ما قلت كما زعمت ظهر انه كان بيزعب هو كان بيقول لهم كان بيقول لهم يعني انا ممكن اعمل واعمل وساوي قالوا طب هات بقى لو عندك زي ما بتقول كده هات اللي عندك او تأتي بالله والملائكة قبيلة او يكون لك بيت من زخرف المشكلة ان كل الرسل اللي هو عمال يستشهد بيهم جاءوا بمعجزات ومعجزات عينية الناس شفوها وانبهروا فقالوا له هات زيهم مدام انت عايزنا نؤمن زي قومهم او ان انت بتهددنا بالحاجات دي يبقى هات معجزة او ترقى في السماء اه ولن نؤمن ولرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه اه رد على لهم قال لهم ما يبقى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشار الرسول طب ما قال لهمش القرآن هولي اه ما حاجة غريبة ورده لما بيقولوا هات لنا كتابا نقرأه احنا في السنة العشرة ده وقت سورة الاسراء اه السنة العشرة من الهجرة اه يعني كانوا تلات تلاف آية كانوا مفوضوا ان هم قريدي جاهزين اه طب ما ما عندوش حاجة يقدمها لهم لا الفكرة الفكرة اللي اللي جاتني اه سبحان ربي هل كنت إلا بشار الرسول اجيب لكم منين يا حسر يعني انا ما عنديش ولا آية سبحان ربي هل كنت إلا بشار ماشي رسول ما هدين مشكلة طب هو هو مش موسى كان بشار الرسولة اللي انت عملت خوف نبيته للوقت يا رجل انت هو مش نوح كان بشار الرسولة برضو اللي انت عملت وغرق قومه ومش عارف ايه وخلي بالكل اعمل فيكو زيهم وانا عايز خمسة يكتفوني وسبع يحلوا عمل فيها البتاع وانا عطريس انا بالوا سودة وفي النهاية انت بتشبه نفسك بموسى وعيسى ونوح وكل اللي جابه بالمعجزات وتيجي وقت المعجزات تقول لا سبحان الله ان كنت رأى بشر طب وهم هم بشر ووصلت برضو زي لا بس بشر ماش رسولة ما هو دي المشكلة اللي عايزين دليل عليها فأنا لا أنا لا بس هو انت خدها سكة خدها سكة بيني وبنك كده أنا رسول والعيش والملح أنا رسول وسدق وخلاص هو كده وبعدين تلاقي في الأنفال وإذا تتلى عليهم آيتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطر الأول كلام سليم يعني احنا لو عايزين نقول مثل هذا الكلام وإذ قالوا اللهم بص أدي إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا نزل زي ما بتقول حجارة من السماء وإتنا بعداب أليم وما كان الله ليحذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وما يستغفرون إيه رأيك رأيك رأيي إن لما يكون حد ضعيف عما ليهدد ناس وأنا حضرب وحسوي ومش عارف هو بتاع وأنا ممكن أعمل فيك وأنا ممكن أولع فيك وأنا أنا عطريس أنا بل وسود قالوا لله إن كان هذا هو الحق قالوا طيب يلا يلا أعمل إحنا موافقين حتى لو فيه ريسك خمسة في المئة إن إحنا نتضمر دمر يروح ورادة بقى يقولهم إيه أنا مش حنزل المستوىكم مش حنزل المستوىكم بس أمن أمنوا كده إيه شيك على بي بس الحجتين إيه رأيك في الحجتين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ما تشيلوا شوية وعذبوا مرجعوا يعني هي إنت عمل تعذب من ساعة القرآن ما نفتح وإنت عمل تعذب في دول وتسعق دول ورحن صرصرا عاتية وأي من ناحسات هنا والصيحة تاخد دول والفيضان ياخد دول وده يغرق وده يخصف بداره الأرض ده أنت ما خلتش قرية وعملت فتخر كل شوية وكان من قرية مش عارفت الله عنا ميتين أبوها ومش عارف وعملنا إيه وكسرناهم ودمر كل ده وعملت فتخر بيهم وتيجي على دول لا أستنى قلبي قلبي مش جيني أنت في وسطيهم كده لو مكنتش في وسطي لا وبعدين ده يتناقض مع قصة احنا سمعناها عن موضوع الطائف لما هو كان في الطائف على فكرة قبل قصة الإسراء دي بشهور بسيطة أو أسابيع أنه هو راح الطائف وضربوه لما ضربوه بالحجار وهو قاعد يعيط ويقول إلى من تكلوني فنزل عليه باقيه ملك الجبال اللي هو متخصص في الجبال مالوش غير في الجبال بس قالوا أنا إيه لو شئت اللي أطبقت عليهم الأخشابين أنا ممكن أخلي الجبالين دول يكسرهم تكسيرا طب مربنا كان جاهز يدمر وإيه اللي غيروا فجأة بقى أحنين مرة واحدة ليه كده بقولك إيه وما كان الله معذب وأنت فيهم طب ما هو كان فيهم في الطائف وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إيه رأيك في دي برضو حجتين أنا معذبهمش وإنت فيهم معذبهمش وهم ما بيستغفر والله يعني أنا عايز أعرف نوع الحشيش اللي هو بيستخدمه يعني يعني هو بيقول إن هم كفروا ومش راديهم منه بيستغفروا إزاي وفي حد كفر بيستغفر نحن عمليين نبحين صوتنا من الصبح معهم عشان كفار زي حرام ابن ناس آه آه كفر بيستغفر آه كفر بيستغفر إزاي وبيستغفر لمين طب هو لو بيستغفر لربنا يبقى كان محتاج رسول أصلا حاجة كده عمال إيه أي حاجة في الغيف وعمال يعبي ويرمي وعشان كتر رد الفعل ولازم يجيب آية ولازم يعمل بتاع بيقع في التنقضات دي كلها وعشان بيقع في التنقضات دي كلها وعشان بيقع في التنقضات كتيرة مش عايز حد يسأله ومش عايز حد يعجزه واللي يعجزه يشتمه يرداح له أو فيما بعد لما يبقى عنده جيش يقتله إيه رأيك نكمل موضوع ده مرة جيدة فيه آيات كتيرة في السياق ده موجودة آه أنتو أنا عندي مشكلة ما حلم أني ما بيقبلوش لايك حنقول لهم إيه المرة دي وما كان الله معذبهم وهم يلايكوا